مرحبا بكم أعزائي طلب التسالس أعدادي وهذا هو الجزء الثاني من حل الأسئلة الوزارية المتكررة وأخذنا الجزء الأول ووصلنا إلى التسلسل العشرة الجملة العاشرة من المرشحات الوزارية She's writing letters She's writing letters She's writing letters at two o'clock She's writing letters in the present perfect continuous Present مضارة perfect Continuous مستمر With يعني مع استخدام سنس وفور سنس تستخدم لبداية المدة وفور لطول المدة نقول أول شيء نازم نعرف Present perfect continuous نكتب برصاص هنا دفتر الأجوبة نقول فاعل hub has been ing نكتبه إذا ما حافظه يزين نقول فاعل hub إذا كان الفاعل جمع يأخذ hub إذا مفرد يأخذ هاز وبين والفعل يأخذ ing فنجي نقول she's writing مضارع مستمر ش راح يصير ش ش تأخذ الفاعل ش يأخذ هاز he or she or it والفاعل المفرد يأخذ هاز حطينا هاز البنى ننزلها هي موجودة بالقاعدة وعدنا الفعل هنا writing راح نرجع لأصلة write ونضيف لا ينجي حتى تكتمل القاعدة فاصل she has been writing letters أجينا نقول at two o'clock صار لها تكتب رسالة راح أقول two o'clock من يجينا ساعة o'clock نستخدم since ومن يجي عدد three, four, hours, five نستخدم four فنجينا أكتب رسالة نستخدم since فنقول صار لها تكتب رسالة منذ الساعة الثانية فنقول she has been writing letters since two o'clock هذا طبعا تمرين موجود بالكتاب كتاب النشاء وإذا ما تعرف since وفور استخداماته هناك فيديو كامل بس على since وفور يعلمك كيف تستخدمها بسهولة هنا لباع الملاحظات التي قلناها استخدمناها لأن نفعل شيء ثم اتمنى القاهدة واستخدمنا سن لأن بعدها ساعة وshe started out باعنا she started out تنحذف من الجملة الثانية هنا جملة 11 11 look at the notice board انظر إلى لوحة الإعلانات جملة الثانية there is an advert هناك إعلان for English courses عن دورات إنجليزي نقطة I know منها رح يبدأ الحل I know I أعلم I فراغ هذا أيضا تبني طبعا من الكتاب complete أكمل the response الإجابة using مستخدما just already or yet واحدة من ذن ثلاثة كلها تستخدم مع المضارع التام and the present perfect present perfect هو المضارع التام البسيط وذن ثلاثة يجن يعني نستخدم أي واحدة من العزن warm of an appropriate verb وفعل مناسب appropriate verb يعني فعل مناسب وهذا كاتب لك أنا التمرين صفحة 93 في كتاب النشاط الجملة 4 هي هاي الجملة الرابعة في كتاب النشاط صفحة 93 ذات يتحب يشوفها ويقول لك المطلبك مال الجملة باستخدام مضارع التام وهي الظروفية وجاس واحدة مع فعل مناسب المضارع التام أخذنا قاعدة فوق بنقول I know مقلنا من I know تبدأ لي الجابة شوفينه I know قلنا من I know هاي هو انطقيها بالجواب I فارغ أنت تكمله أعلم يقول لك هو ملاحظة رضيقك يقول لك هو ملاحظة لوحة الملاحظات أو لوحة الإعلانات وهنا يقول لك هذا notice board يوجد إعلان عن دورات انجليزية أنت شراحة جاوبة تقول له أعلم وذلك I know I وتكمل سوف تستخدم مضارع التام سوف تقول I know I know سوف تقول مضارع التام I have سوف تستخدم واحدة منه ذلك الثلاثة قلنا عليها الظروف yet just already نستخدم already مثلا يعني يت تجيب النفي والاستفاهم سوف نستخدم already لأن تجيب المثبت نقول I know I have already already ونخليها قبل التصريف الثلاثة يعني بين have والseen نقول yes I have already seen it رأيتها فعل هذلك من جبنا جبنا من عدن حسب معنى الجملة لقد رأيتها مسبقا قبل ما تقول لي هذا الإعلان عني شايف فقرأيته ورأيته I have seen التصريف الثالث مال C فhave pp المضارع التام have زائد pp أو have has pp I تأخذ have والseen التصريف الثالث مال تصين already وراء الصيف بالوسط أو أقدر أقول I have just seen it أو I have already already أن سب ورده هنا جملة 12 his car has broken down سيارته تعطلت جملة ثانية he bought it last month اشتراها الشهر الماضي هنا يقول combine يعني واحد أو ضم الجملة these sentences with a relative close من يقول relative close يعني جملة واحدة سويهم close يعني جملة راح نخلي هنا أداة ربط راح نخلي باو هنا راح نقول ذكر نقول السيارة التي اشتراها في الشهر الماضي قد تعطلت في جملة راح نسوي جملة واحدة بضمير ربط اللي هو ذات ليش استخدمنا ذات لأن ذكار لغير العاقل نستخدم ذات سيارته تعطلت اشتراها في الشهر الماضي راح أقول سيارته التي التي ذات لأنه غير العاقل ذات هي بوط تكمل الجملة لاس ثم رجع أقول هذا بروكن نقول ذكار ذات هي بوط التي اشتراها لاس ما طبعا هذا التمرين يعتمد على اللغة أكثر من القواعد إذا كان عندك لغة ممكن الجاب أفضل التمرين أو جملة 13 people use these coins in Egypt هذا المبني المجهول possible منيقول possible المبني المجهول وهذه جملة موجودة بالكتاب أيضا أخير جملة بالتمرين فالقاعدة المفعول به فعل مساعد و تصريف الثالث people use these coins in Egypt هنا يقول unscramble يعني ععد الترتيب هنا منطق الحل هو بس منطق هي من خرب Egypt are in use coins these راح تجي ترتب شوان رتبة أقول هنا أطبق القاعدة المفعول به يا هو these coins المفعول به ممكن يكون أكثر من كلمة هذه العمولات these coins طبعا الفاعل people يحدث أول قاعدة المفعول به خليت هذه coins ثم أقول الفاعل المساعد هنا R هذا R أستخدم R فاعل مساعد ليش لأنه جمع هو مطن هنا أقول R تبقى عنده التصريف الثالث التصريف أضيف لديه أقول these coins are used in Egypt هذه العمولات تستخدم في مصر الناس يستخدمون هذه العمولات في مصر هذا مبني المجهول أقول these coins are used تستخدم مبني المجهول passive in Egypt راح الإجابة وهذا هو الجدول مع التحويل ال active الافاس بتحويل الجملة من المبني المعلوم إلى المبني المجهول الذي يتغير هو في الوسط الذي هو الفعل المساعد إذا مظاهر عام الزوار ماضي وازو في مستقبل و ال آخر حسب زمن الجملة now these coins are used to استخدم في Egypt 15 she's going to her computer course tomorrow سوف تدعب إلى درس ال computer غدا I found out منا I found out she فراغ من يقول لك هذه فراغ يعني هذه جملة تبدأ من ها جواب طبعا هذا أسهل الموضوع تقريبا بالكتاب اللي هو future in the past rewrite أعد كتابة using مستخدما future in the past المستقبل بزمن الماضي من تجي فعل أو فعل مسادس فقط تحول الماضي تقول I found she is going to she I she تبدأ من الحل she هو نطيك إياها she is out she is فقط the is تحول الماضي يصير was she was وكمل الجملة فقط is يتحول إلى was يتحول من future بصيغ أحد صيغ الخمسة إلى future in the past استقبل بزمن الماضي وهو تحويل جميع الأفعال الموجودة إلى ماضي إز الصير واس فقط وهذا هو الحل 16 لسوء الحل أو للأسف منشف موضوع الندم هذا موجود بالكتاب لم يتدربوا كل يوم نقطة لهذا السبب خسروا المباراة وقلنا هناك فيديو على شرح الندم نحذف العبارة الأخيرة ونفورشنط إذا مجتنا إذن نحذف بس الأخيرة بما أنه موجود راح أحذف الأخيرة ورح أستخدم الرجريت اللي هو الندم يقول الرجريت starting with ابدأ ب if only أو اي وش نحن نعرف قاعدة الندم اي وش أتمنى أو if only ياليتم مثلا فاعل هات بي بها القاعدة فهو يقول لك ابدأ اي وش اف او مرة تحدد لك يقول لك استخدم اي وش اف 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 اتلتزم بها أما إذا ما حدد فأنت مخير تستخدم اي اي وش اف اثنين أصح فتقول اي وش فاعل وهات زائد بي إذا جانت الجملة منفية اثبتها يعني يبقى الهاد وإذا مثبت انفية صير هد بالعكس يعني واحذف هذي وهذي وطبق القاعدة راح نطبق القاعدة نقول لنا جملة وش منفية بي هد انت اش راح سويها مثبت تبقى هاد وذان راح احذف وكمل الجملة شو راح يكون الحال if only if only احطبق القاعدة شفايا if only والفاعل شنو they انا ازل من السؤال they هاد احط 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 ما من عندي هاد train شوفوا train هنا يتدرب قياسي يعني حط لها pp شن راح اضيف الماضي التصريب بالقياس اضيف لها ايدي فاقول trained هاد trained لأن ما في تبقى هاد لو كانت ما كد didn't كان قلنا hadn't بالعكس واقول hadn't هاد trained وكمل الجملة everyday اذا نعمل كل يوم جملة 17 بفراغ 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 8 hours at night is about right استخدم صيغة الامر imperative to give advice احنا عدنا تمريل واحد فقط في صفحة 10 احد النصاح الصحية في صفحة 10 في كتاب الطالب في كتاب الملون بس هذا عدنا الامبراط هو الوحيد بالكتاب أن نصاح صحية تقدر تحفظ الحل مالت بس او تستخدم طريقة النصاح اللي ماخذ يو شد يو شد بس تحط بعلم مناسب تقول يو شد سليب عليك سليب من جملة حسب معنى جملة حسب النصاح اللي موجودة صفحة 10 في كتاب الطالب عليك أن تنام يو شد سليب بمعدل 8 ساعات بالليل ويكون شيء صحيح او نقول بما أن الجملة مذكورة في الصفحة 10 يكون الحل تحفظ ها من الصفحة 10 او تقول يو شد سليب اذا انتبع على التمني صفحة 10 بالنصاح تحفظ فقط اياه من قول لك صفحة 10 بالملون اخير جملة ديفاين اكاميرا مام نقول لك ديفاين عرف موضوع التعاريف التعاريف هو ما يقول لك تعاريف رأسا تكتب القاعدة اي او الوظيفة السم وان هو شخص ما السم وان طبعا الاي اي اداة نكرة هو يطكي بالسؤال يعني وتنزله السم وان هو هاي من عندك تحفظه وتقول ما فعل اي تكمله او ونحط الفعل ing تكمله تعفظه على القاعدة الاسهل هي هاي بس الفعل ما تنسى تخلي العس الشخص الثالث لان الفعل يكون مفرد تحط الوظيفة تقول اصم عنه مفاد واحد الذي يقول يقوم بكذا وظيفته كذا يعني راح نقول هنا وشير من عندنا التعريف يريد كاميرامان المصور استخدم يعني الشي يشتغل هو operate هنا هو الفعل يشغل راح اضيف لأس الشخص الثالث بتقول ا كاميرامان لاحظ ال ا هو منطنياها الوظيفة كاميرامان السم وان هو بس هيحفظها الفعل هو منطنيا operate بس اضيف لأس وكمل الجملة التكملة هو منطنياها الذي يشغل الكاميرا للأفلام والبرامج بنقول اكاميرامان is someone who operates operate the camera for films or programs لاحظ هذا هو الحل اكاميرامان is someone who operates يشغل ضفنا لأس الشخص الثالث لتنساها وهذه التكملة هو منطنيا واذا ما منطنيا لازم أن أعرف المصور الشي يشتغل ومن عندي أخلي الفعل والتكملة ترجمة نانسي قنقر